وأخيرا سيسكو تطلق إعادة مجانية لامتحانات CCNA هذا بعض طلبات كثيرة ومن بعد نحاولة استثمارية ناجحة جدا من الإعادة المجانية لامتحان CCNA يصور هذا المقطع في نهاية أكتوبر 2020 في بداية فبروري أو شباط الشهر الثاني من عام 2023 سيسكو أطلقت إعادة مجانية لامتحان CCNA والآن وبعد ما يقارب العشرة أشهر أو تسعة أشهر تقريبا بالكمال الآن سيسكو تطلق إعادة مجانية لامتحان CCNP أيضا معكم سجد رافوري من AAA Networking هذه كافة الرابط والمنصات التي يمكن التواصل عن طريقها معنا بالإضافة إلى مشاهدة متابعة المحتوى الخاص بنا وهو التدريبات ومناهج كاملة باللغة العربية أو في مجال الـ Information Technology أو الـ Network الشبكات ما هو الخبر؟ هذه المرة الأولى التي يعتمد استعمال الإسلايز باللغة العربية لأنه ليس تكنيكل الموضوع عبارة عن مقطع Off-Topic موضوع Off-Topic فمجرد نتحدث فيما بيني وبينك عن ما حصل هناك عادة مجانية كاملة من دون أن تدفع أي مبلغ نهائيا لامتحانات CCNP إذا رسبت لأي امتحان فقط امتحانات Core بالوقت الحالي يوجد Cisco CCNP Enterprise Core هذا Encore Service Provider Core Security Core Collaboration Core Data Center Core DevNet Core ويتوفر Cyber Operations Core فتقريباً بالوقت الحالي هي سبعة إذا نسيت واحدة لنتذكر لكن هي سبعة لم يضاف لها شيء آخر سبع امتحانات Core أي واحد منها يمكنك أن تحصل على رمز يعمل بغض النظر عن نوع الامتحان لكن سيعمل على نفس الامتحان مع عادة مجانية InRecept ففي أي تخصص سبعتها كيف يتم تنسيق هذه الإعادة Recept اشتريت أنا هذا الرمز استعملت هذه الطريقة بالإحرار Recept شن اللي راح يصير أنت أساساً مقدمة ستحصل على رمز تستعمل بالمحاولة الأولى نجحت خير على خير ما نجحت تستعمل نفس الرمز بالمحاولة الثانية انتهت القضية بسيطة جداً لكن هذه السلايز التي أمامك والمقطع سيفصلها بتفصيل ممل خطوة بخطوة كيف يتم الدفع لهذا الامتحان عن طريق هذا الرمز سنوضح التفاصيل كما الكلفة إذن بهذه الحالة هي 75 دولار إضافي للـ 400 دولار القديمة الخاصة بكلفة الامتحان فأنت الآن تدفع 75 دولار احتياط مثل التأمينات كأنما يحسبها تأمينات نجحت 75 دولار راحت عليك لم تنجح فقط بـ 75 دولار ستعيد الامتحان فأنت مجبر مقدمة تدفع الـ 475 زاد أكيد ضريبة المنطقة على حسب عنوارك هذه الفكرة فأنت أساساً سابقاً الـ 400 دولار الأمريكي لم تكن 400 صافية pure للجميع كانت 400 زائد تاكس هي داماً بهذه الشكل لكل الامتحانات بغض النظر على الامتحان الآن عندك 475 زاد التاكس من المحتمل أن تصل إلى 500 دولار بالمجمل وهذا الـ 500 دولار تشمل محاولتين الآن أسئلة رافية ماذا يحصل إذا رسبت يسمح لك بإعادة جدولة الامتحان بنفس الرمز ماذا يحصل إذا نجحت؟ بالخير عليك اترك الرمز ولن يتم إعادة استعماله سيتوقف فوراً هل يمكن إعادة جدولة الامتحان مختلف بعد أنه أنا رسبت بالمحاولة الأولى؟ سؤال يتكرر كثيراً أنا حجزت أنكور تحنت رسبت يصير بنفس الرمز هذه المرة أروح وأحجز سيرفيس بروفايدر كور لا لن يعمل لن يعمل أنكور محاولة أولى يعني نفس الأنكور بالمحاولة الثانية إذا رسبت بالمحاولة الأولى خليها في بالك هل يشمل هذا الخصم امتحانات الكونسنتريشن؟ لم يشمل إلى حد الآن شنو قصدك؟ أقصد المهندس الصريح اللي يعرف أنه قد يحصل هو محتاج ينجح بما لا أقل عن امتحانه امتحان الكور وامتحان الكونسنتريشن الكور امتحان من امتحانات كور سبعة تأخذ واحدة من الدومينز طولة الامتحان ساعتين زائد نصف ساعة إذا جوازك الأساسي لا يعبر عن لغة الأم أن تكون لغة إنجليزية ما يتراوح ما بين 98 إلى 103 السؤال أو 94 إلى 104 السؤال بالامتحان بهذا الأسلوب مثلاً هذه أسألتك والكلفة 400 دولار أمريكي 400 دولار ساعتين 100 سؤال امتحانات التخصص الكونسنتريشن مثلاً في دومين الانتربرايز كان عندك الكور انتربرايز كور وعندك امتحان التخصص نارسي لأدفانس ترابتنج أسديوان تكنولوجي الأسديوان انوتو امتحان الأوتوميشن انسل دي ديزاين للأسديوان للأفوال للأنتربرايز انسي سي ربط الكلاود مع شبكات الانتربرايز الكلاودات الآجر والAWS والجي سي سي جوجل وعلى هذا السلوب وامتحانات الواردلس كمثال من الأمثلة طيب فهذه الامتحانات التخصص التي هي عبارة عن كونسنتريشن 300 دولار سعر الامتحان بدل 400 65 سؤال بدل 100 سؤال ساعة ونصف بدل ساعتين هل هذه يوجد لها رمز خصم لحد الآن لمحاولة ثانية لا من المحتمل جدا ان سوسكو تضيفها لأن لم تكن هناك أي فكرة في بداية هذه السنة لإضافة CCNP فقط CCNA اضافة سوسكو CCNP كل شي يصير هل هذا الخصم أقل لها يشمل السي سي ني هذا الامتحان المشهور جدا لم هو أساسا في العشر ثواني تقريبا الأولى من هذا المقطع ذكرنا أن هي أساسا هذه الخدمة كانت ولا تزال متوفرة نفس الصفحة التي ترابط الخاص بها متوفرة أسفل هذا الوصف أسفل وصف هذا المقطع رابط قصير جدا أول مثزورة رابط سأضع لك السي كارك تشورت سبعة ثوانية على الشاشة أول مثزورة أول خيار معاوضة أو محاولة ثانية مجانية للسي سي مبي أسفلها محاولة ثانية مجانية للسي سي اناي كفك للسي سي سي ني هي ثلاث ترابط وخمسة وسبعين حصل على رمز يشتغل بالحال تيم انت كأنما دافع 75 دولار امريكي تأمينك. كيفية الطريقة اولا زيارة هذه الصفحة هذا الرابط موجود اسفل وصف هذا المقطع. لوجين او ساينين في الموقع فون ضروري باستعمال اكاونت سوسكو. تضيف رمز الخصم كما سوضح لك بالصور الطالبة بالتفصيل الممل بكلفة 475. الصفحة اللي بعدها تكتب اسمك وعنوانك البريدي ونكست. بعد ذلك عنوانك الخاص بك ونكست. بعد ذلك طريقة دفع مقبولة هي واحدة مثين. اما تكون عندك بطاقة مصرفية او paypal. نكست انهاء العملية وخلال يوم الى ثلاثة ايام عمل ستستلم الرمز. خلي في بالك. اذا نراجع الخطوات بالصور. خطوة رقم واحد. زيارة الموقع. هذه واجهة الموقع. هذا مطلوب من عندك. professional level exam safeguard. تضغط على buy now. هذا مطلوب من عندك. في الاسفل professional level safeguard plus. هو نفس الخصم بسعر اضافي. ما الفرق. يقدم لك هدية من سيسكو. هي مبلغ. ليست مجانا. بعض الاسئلة التدريبية على الامتحان. اذا يعجبك. واذا تتصفح اكثر بالواجهة. ستنزل الى الاسفل. تجد CCNA save guard. اذا يعجبك ايضا تاخذ كود. احتياط للCCNA. صفحة رقم واحد. تضغط على buy now. click. ستنتقل الى الصفحة الثانية. مطلوب منك ان تقوم بتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول. خطوة رقم ثين. تضيف الى سلة المشتريات هذا الرمز. وهو بكلفة 475. ثم خطوة رقم ثلاثة تضغط على ايش؟ على سلة المشتريات الخاصة بك. خطوة رقم اربعة. بعد ذلك هي عبارة عن ملاحظات في اسفل نفس الصفحة. انتبه لما يلي. الرمز الذي انت على وشك انت تشتريه. ينطبق على هذه الامتحانات. اعتقد عددها سبعة. الا اذا انا نسيت واحد. واحد. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. السبعة امتحانات. خمسة كلاسيكية نعرفها. والديفنت كور. والسايبر اوبريشنز كور. انتبه الى ما يلي. لحظة ما تشتري الكود. لا يمكن اعادته. ولا تحصل على مبلغك. لا يمكن استعماله لشخص اخر. لا يمكن تمديد المدة الخاصة به او استبداله بكود مختلف. اول ما تشتري الكود. ستنتظر الى لما يصل الى ثلاثة ايام بالمجمل. حتى تستلم الرمز. عن طريق البريد الالكتروني. الايميل الخاص بك. انتبه. من لحظة ما تستلم هذا الرمز. وين مكتوب عندك هنا. من يوم شرائك لهذا الكود نفسه. سيبدأ عداد من تسعين يوم نزولا. المطلوب عزيزي. ما هو مطلوب هنا. المطلوب كالتالي. من لحظة شرائك لكود. مو استلامك للكود. مع الاسف يوجد خسار. يوم. اثنين. ثلاثة. حتى تستلم الكود. بس من يوم دفعك للمبلغ. وش شرائك الى. الى حتى تسعين يوم. المطلوب منك انه تخلص المشروع. تاخذ محاولتك الاولى او كلها محاولتك. او كلها محاولتك. المهم استثمر الرمز خلال تسعين يوم. يسقط حقك بعد تسعين يوم من تاريخ شرائي الكود. محاولة واحدة ونجحت. خير وعلى خير. محاولتين. لازم حتى المحاولة الثاني من تاريخ شرائك. انا راح اخمن مايل. انه انت ستشاهد المقطع وتحاول هاي العملية يوم واحد. داعش. الفين وثلاثة وعشرين. من هذا اليوم. الى احد. واحد. فبراير. الفين واربع وعشرين. خلص القصة اللي عندك. محاولة او محاولتين. بالحالتين. قبل واحد. اثنين. الفين واربع وعشرين. اتم خلص العملية. هاي الفكرة الضرورية جدا. 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 اللي بعده. الصفحة اللي بعدها. وكيف نوصل الصفحة اللي بعدها. عن طريق انه نضغط على سلة المشتريات هنا. لان هاي الصفحة كانت ملاحظات. من بعد ما ضغطت على سلة المشتريات. مطلوب ان عندي ايميل. ضروري جدا. بعد ذلك click على proceed to check out. بهذه البساطة. اكيد لازم ايميالك يكون شغال وحقيقي حتى تستلمي رمز عليه. بعد ذلك المطلوب ان عندك اسمك. عنوانك. وين. رمز بريدي. ثم على ذلك عينك على الضريبة كما رح تصير بناء على عنوانك تختلف من دولة الى اخرى. ثم continue. اتمنى ان يكون هذه السلايدز تحاول تفصل لك هذه الطريقة. اقصى ما يمكن. اللي بعدها يجب ان تدفع. طريقتين مدعومة. بالحقيقة هي اطلافة. الطريقة الاولى اذا عندك كردت. اذا كنت انت حاضر لدروس سيسكو المدفوعة. او اذا انت موظف في شركة بارتنر وياسيسكو فبعض الدروس تكون متاحة مجانا. هذا بحث اخر موضوع طويل جدا. انا اتوقع انه غالبيتكم اساسا غير not involved في هذه الطريقة. فتبقى عندك بطاقة مسرفية. واضحة العملية. او بايبال. اذا عندك بايبال ترتاح من العملية بس تدفع عمولتها اضافية. بالبطاقة المصرفية قد تحصل لك مشاكل قبل ان تعلق ما يصل الى عشرين تعليق على هذا الموضوع اسفل وصف هذا المقطع. انتبه. سيسكو ما يهمها السيكورتي الخاصة بالكرد الكارد. ما يهمها. المصارف هي اللي يهمها. المصارف قد تجد ان موقع سيسكو شوية قليل الالتزام بالتفاصيل الام. فالمصارف هي التي قد لا تدعم موقع سيسكو دورتكم. وليست سيسكو لا تدعم بطاقتك. فاذا استعملت بطاقتك وتم رفض البطاقة عند الدفع جر بطاقة من مصرف مختلف ضروري جدا. من ضمن الهاكس من ضمن التفاصيل التي قد لا يذكرها احد كالتالي. الفيزا كارد العادية هي اكثر انواع البطاقات حساسية واقلها قبولا على موقع سيسكو. مزعجة جدا. نادرا ما تقبل. حتى اذا استخرجت فيزا كارد من الفيزا كارد الاصلي او من حسابك لن تعمل. نفس الصلاحيات. الماستر كارد هي صاحبة المرونة الاعلى التي ستعمل هنا بطريقة مباشرة للغالبية العظمى من انواع الماستر كارد. ايضا خليفي بالك. سواء ماستر كارد فيزيكل او ماستر كارد قمت باشتقاقها من تطبيق المصرف الخاص بحسابك. هذه بعض التفاصيل التي مرت علي اكثر من مرة سابقا. بعضها فشر والاخر نجح على اساس بنية هذه الخبرة. فالمهم الخطوة الاولى اما هي رقم واحد او ايضا رقم واحد اما تدفع paypal او credit card بعد ذلك continue. من بعد كنت نشوف المبلغ. هذا عندما استعملت انا عنوان من دولة الامارات العربية المتحدة اضاف لي ضريبة بما قيمته 23.75 دولار امريكي. الصفحة الاخيرة هي review. خلصت وضحت الان بس مراجعة قبل لا اضغط على place order ليتدفع. هذه معلوماتك ستركو مكتوبة كاملة هنا اسمك وعنوانك. هذه البطاقة اللي ستستعملها رقمها اذا استعملت بطاقة انتبه انت على وشك تستفع اربعمائة وثمانية وتسعين. فاقبل الشروط صح ثم place the order. لحظته سيستقطع المبلغ. هذا شرح البروسيجر اللي كتبت باللغة العربية في بعض الصفحات بداية هذا المقطع الان على شكل صور. ما هي الدول المشمولة وهذه كانت مشكلة شوف من افضل ما يمكن انحصل لهذا مقطع الفيديو اليوم انه هو تعقيبا على مقطع فيديو CCNA free retake. يعادة الجدول المجاني التي طرحت بداية هذا العام. كل الاسئلة التي كتبت على تعليقات ذاك المقطع وعلى post linkedin وعلى post facebook وانستجرام جمعتها باجوة اليوم. فيكون بالنسبة لك هذا المقطع يعني the ultimate experience. ما هي الدول المشمولة بهذا العرض. انا عم نفسي مرح استعرض لك الكوكب كله. المقطع بالعربي سيستعرض لك دول الوطن العربي فقط. الدول باللون الاخضر عناوينها مدعومة. فانت اذا ساكن او عندك عنوان من هذه دول باللون الاخضر اللي هي ما يوقف سبعة عشر دولة عربية كما موضحة على الخارطة امامك. تستعمل عنوانك العادي تكمل الاجراءات كاملة. مع كل الاسف توجد خمسة دول عربية غير مشمولة. عناوينها في هذا المقطع كلتا اوذناك معي. عناوينها غير مشمولة. العراق. سوريا. اليمن. سودان. صومال. بعض من هذه الدول مثل سوريا يمن والسودان. أساسا جواز سفرها غير مدعوم تدخل للانتحان. فأساسا الفكرة تركمت ناسبك. لان انت محتاج جواز سفر مختلف او هوية مختلفة. وتعال بعد محتاج عنوان مختلف. فالصير صعب عليك الاجراءات. ليست اجراءات كلاسيكية. العراق فقط عنوانها غير مدعوم. جواز سفر عادي. جواز سفر. لايسنس. هوية تدخل للانتحان ما عندك مشكلة. طبيع جدا. فهذا المقطع هنا موجه لأكثر من سئل اللي هو من العراق. يسأل عنواني غير موجود. يعني في خانة تعبئة العنواني. كالدولة العراق ما موجودة. شنا سوي. فقط عنوان قريب او صريق تعرفه من الدول المسموح لها. سواء دولة عربية او غير عربية. واحدة من افضل الامثلة لبنان. ما عليها ضريبة بهذه التفاصيل. مسموح لك تكتب عنوان من لبنان. مثلا تعرف شخص او قريب او صريق في بيروت في لبنان في مكان ما. تستعين عنوانه. تستعمله. ما يضاف عليك ضريبة. تدفع ال 475 دولار كاملة من دون اي مشاكل. خلصة القصة. خلصة القصة فقط. دول مثل سوريا واليمن والسودان. انتبه. انت محتاج هوية رديفة. بديلة. ومحتاج عنوان بديلة. هذه مشكلة عندك. هذه هي مشكلة. خليها في بالك. اما باقي الدول. السعودية. الامارات. مصد. ليبيا. جزائر. مغرب. تونس. تونس. تونس موجودة. موريتانيا. الباقيات. دول الخليج. الاردن. فلسطين. لو الى اخرة. كلها طبيعي جدا. يستعمل. انت مهندس. يستعمل عنوانه. يستعمل بطاقة مصرفية. يستعمل. بجواز سفر يدخل الامتحان. سواء من المنزل او من المركز امتحاني. يمتحن. خلصة القصة كلها. فهذه التفاصيل خليها في بالك. تساؤلات. قبل نهاية المقطع. ما الحل اذا عنوانه غير مدرج. استعمل بعنوان صريق. ما الخطورة. صفر خطورة على هذا الموضوع. ما يأثر عليك نهائيا. ولا على حسابك من السيسكو. ولا على الامتحان. ولا على تاريخك يا سيسكو. ولا تنحضر. المهم جواز سفرك لا تتحايل على السيسكو. هذا العنوان نهائيا ما يأثر. هذا العن عنوان طريقة بروسيدر دفع مادي فقط. ما يأثر. هل الضريبة المضافة ثابتة؟ لا. كل دولة ضريبتها مختلفة. استعملت عنوان من الامارات الضريبة 23.75. غالبا دول الخليج موحدين تقريبا بهذا الرقم. بعض الدول صفر. جزائر مغرب تونس قد يختلف الرقم قليلا على هذه الشاكلة. خلي في بالك. فبعض الدول عادي طبيعي ما تضاف لك ضريبة. هذا كلاسيك الموضوع. كيف استعمل الخصم؟ تواجه إلى منصة حجز الامتحان بيرسن. اعمل لوغن على حساب سيسكو. اكتب رقم الامتحان وليس الاسم كمثال 350401. رقم الامتحان. اكمل اجراءات الحجز كاملة. اللي هي موضحة باكثر من مقطع على القناة اليوتيوب. ممكن زيارتها. واحدة من المقاطع. كيف احجز الامتحان. مثلا كيف اؤدي الامتحان من المنزل. الاخر كيف اجد اقرب مركز الامتحاني. افضل مقطعين عندي على القناة. في توضيح هذا الموضوع. المهم بعد اكمل اجراءات اخر الصفحة. عندك بوكس اسمه Voucher. او اسمه discount code او promo code. الى الرمز اللي تستمع بالايميل. تطبعه هنا. تضغط apply. سعر الامتحان يصبح صفر. انت اصلا دافع فلوس الرمز. انتهى الموضوع. دافع مبلغ الرمز. فما تضغط عليه وتفعله بهذا الاسلوب. تكتب Voucher هذه الصفحة الاخيرة. ثم apply. انتهت القصة. تنزل الى هذه الصفحة. submit. رح يكون قيمة الامتحان صفر. تظهر عندك قيمة الامتحان صفر هنا تصير. فبالتالي تحجز الامتحان. انتهت القضية. عندك. هذا هي التفاصيل. هذا الموضوع. وبالتالي كل انواع الاسئلة. انا اكتبتها. اذا لسيت سؤال او انت عندك بعض السؤال اضافي. اسفل وصف هذا المقطع. وفي خانة التعليقات اسفل هذا المقطع. يمكن كتابتها. وتمن يكون المقطع واضح تماما. اي سؤال اخر موجود بالاسفل. مختلف المناهج. لسيسكو بالعربية. متوفرة على هذه القناة. راجعة. بعضها مدفوع. بعضها مجاني. كاملة. تؤهل الامتحانات. مثل CCNA. مثل CCMP Encore. مثل CCMP NRC. مثل CCMP NSLD. والقادم اعظم. اذا اراد الله على حسب قدرته. وعلى حسب المناهج اللي قادمة. من عدم مناهج اخرى. من مايكروسوفت. وامازون. وجونيبور. وغيرها الكثير موجودة على القناة. زور خانة بلاي لست. وتفرج على الكثير من المناهج العربية الكاملة. شكرا جزيلا. وتمنى يكون هذا المقطع مفيد جدا لك. وهذا اكثر شيء مريح نفسيا. قبل تقديمك على هذا الامتحان. انا اعرف. عدد كبير من الطلاب والمهندسين. مرعوب من المحاولة الاولى. بس لان هذا المبلغ يعادل نص راتبه. ما لا يقل عن نصف راتبه. هذه الاربعمائة دولار للامتحان. فمن يدفعها ويخسر. ما احد حيساعدها ويعوضها. لكن بهذه الطريقة 75 اضافية فقط. وعندك ريتيك. عندك 90 يوم. حتى تحضر نفسك مرة ثانية. تعالج النقاط الضعفة اللي عندك. المشاكل التي سببت عدم نجاحك. وتاخذ المحاولة مرة ثانية. كل التوفيق.